هاي انا فوفة من كنود دلوعة في مطبخي النهاردة حبيبي عملت جلاش بحشوة جميلة جدا هتعجبكو وان شاء الله هتجربوها وهتعملوها بالطريقة دي على طول بس الاول قبل ما اقولوك عليها تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس هككل عشان يوصلوكو كل جديد بازن الله كنود دلوعة في مطبخي منكم وليكم ان شاء الله الوصفات اللي جاية تكون احلى واحلى كمان جلاش انا عملت بطريقة مختلفة بس بجد طحفة والطعم حكاية كريس زي العسل يلا بينا نسمي بسم الله ونعرف الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال اللهم صلي وصلي مبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله علي افضل صلاة وسلام النهاردة حبيبي بتكات بسيطة مختلفة هقولوكو طريقة مختلفة ان شاء الله عن الجلاش وبحشوة جميلة جدا دي بصلاة يا حبيبي بشرتها واقدم الحشوة فراخ يبقى تحطوا اي توابل فيها اي توابل عندكم بابريكا كزبارة كاري توابل فراخ فلفل اسود توم بودر بصل بودر اي توابل عندكم حطوها بس انا هحط جنبيها توم فرش مش هحط توم بودر النهاردة تمام؟ ودي فرخة انا خليتها خالص من العطم ورحت امقطهاها حتة صغيرة زي ما انتم شايفين ودي اه كم ربطت كده بقدونس غسلتهم كويس جدا ونضفتهم ورحت امقطها حتة صغيرة اما ده بقى فلفل سبايسي اللي مش حابب سبايسي يخلي في الخلطة فلفل رومي اللي هو البارد خالص تمام؟ وبالزبط عندنا الجلاش الكومبيلا بتاعتنا اللي احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل منه وصفات كتير واكلات كتير وان شاء الله الوصفة دي هتبع حلوة اللي جاي هيكون احلى بازن الله دلوقتي حاببي مع البصل المفروم انا رحت فرما التوم وهحط التواب البقى اللي عندي متنسوش الملح تزبطوا الملح علشان الفراخ تشرب من ايه من طعم الملح ويبقى طعمها مزبوط جدا جدا دلوقتي هحط الفراخ على الخلطة الفراخ طبعا دي مخصولة حلوة قوي ونقعتها فلمون وحبت ملح صغيرين تمام وحبت دقيق وسبتها حبة كده بقى كده رحت شطفها حلوة قوي غسلتها من الخلطة كلها اللي ايه ايه اللي انا اعتها بيها دلوقتي يا حبيبي هاد هدمج الفراخ كلها اه في الخلطة وفي البصل والتوم المفروم تمام هدمجهم كلهم مع بعض لغاية اما حس ان الفراخ شبعت من الخلطة كويس قوي دلوقتي حطيت الفلفل السبايسي هفضل اقلبهم في بعض برضه هدمجهم كلهم مع بعض والتكة هنا بقى يا حبيبي خطوة مهمة جدا بتخلي الفراخ طحفة قوي 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 اه معلقتين او تلت معالق حليب تمام الحليب هنا بيشيل زفارة الفراخ خالص بتخلي رحتها طحفة 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 لو مش عندك حليب ممكن ايه تستبدليه بالزبادي او الرايب على حسب البلد اللي انتو بتشوفوا الفيديو منها تمام فايه انا هسيبها حوالي بقى ايه من تلت ساعة نص ساعة يندمج كله مع بعض ولغاية ايه اما ايه اشوفها هامل ايه دلوقتي حبيبي حطيت معلقتين زبدة او تحطوا معلقة زبدة ومعلقة زيت وبعد ما الفراخ سبتها نص ساعة يندمجوا مع بعض الخلطة وكله رحت حطت الفراخ بكل خلطتها بكل التوابل بتاعتها ما تصفتهاش من اي حاجة في الزبدة الريحة فضيعة اكسم بالله الريحة زي ما يكون بنشوي التوابل لما بتدمج الفراخ مع التوابل حلوة قوي بتبقى الريحة مش قادر اقول لكم على جمالها والحليب هنا قام بدوره كويس قوي اشال اي رحة زفورة في الفراخ بتبقى حاجة كده من الاخر وبيدي طريان للحمة بتبقى فضيعة جدا 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 بتاعت الفراخ ادي حبيبي الفراخ خلاص ما فيش ما بتكملش عشر دقايق وخلاص بتستوى تمام دلوقتي حبيبي ادي الجلاش و ادي الزبدة والبقدونس لسه ما اخدتوش و ادي الصنية هنعمل اي دلوقتي هحط حبة زبدة حلوين في اول الصنية علشان جلاش الطبقة اللي تحت ايه تندمج مع الزبدة ما يكونش ناشف يكون طري في نفس الوقتي ما يلزقش في الصنية تمام هوزع الزبدة كويس جدا 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 بعد ما وزعها هقولكو هعمل ايه دلوقتي طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكو كتا جدا تنسوش يا حبيبي تعملوا الاشتراك والتفعيل الجرس على كله عشان يوصلوكو كل جديد باذن الله واعجاب حلوة زيكو كومنت جميل اوي 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 انا وفسطة جدا بالكلام اللي بتقولولي والله العظيم سواء كومنت في الفيديو او كلام مرسلة على الواتس ربنا يبارك فيكو ويحفظكو ويخليكو اللي يا رب ما تحرمش منكو ابدا 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 انتو ناس بجد محترمة وكويسة ويعني بجد بجد يعني انا حبيتكو الفي الله والله وربنا يدوم المحبة باذن الله دلوقتي يا حبيبي انا هعمل ايه طبقات الجلاش طبعا اه بتبقى حوالي 16 طبقة او على حسب ايه نوع المركة اللي انتو هتجبوها انا جايبها روتانة هي كانت عندي في الفريزر صراحة بس انا بعد كده مش هجيب روتانة تاني لانه بيبقى لزق في بعضه طبقات الجلاش تبقى لزق في بعضيها وبتتقصر بمنتهى السهولة فدي حاجة مش حلوة انا في رمضان جبت لفة قبل كده كريستال كانت جميلة جدا جدا دي بقى كانت عندي في الفريزر فقلت ايه بدل ما اشتري وكده استخدمها كانوا لفتين بس بعد كده مش هجيب روتانة تاني دلوقتي يا حبيبي اي قطعة تقصرت ما فيهاش اي مشكلة دلوقتي هتعملوا ايه هتجيبوا لفتين اه ورقتين جلاش ورقتين وتروحوا مطبقين يعني تلتها كده وتحطوا عليها زبدة او سمنة وبعد كده تحطوا البقدونس وتروح حطين عليها الفراخ وتقلبوه اه تطبقوا من الجنبين سوري وبعد كده تروحوا ايه اه منطبقينه زي ما انا وريتكو كده هعملكوا واحدة كمان علشان اقولكو بالزبط لان الكلام اخدني في الاول وانسيت اقولكو يعني بالزبط ايه اللي هيحصل دلوقتي يا حبي شايفين الجلاش روتانا ملزق في بعضه يعني بصراحة مش حلو كان الاول كان بجد طحفة طبقتين وتروحوا اسمين تلتها تحطوا عليها حبة زبدة وبعد كده تروح حطين حبة بقدونس البقدونس هنا فرش ما حطتهوش في الخلطة الخطوات دي مهمة بقدونس بيكون في رش بيبقى جميل قوي وبعد كده تروح حطين الحشو سواء فراخ سواء لحمة سواء مكس جبن الجلاش حلواته ان اي حشو هتحطيها فيها بتبقى طحفة جدا وطعمه بيندمج مع طعم الحشوة بجد بتبقى حاجة فضيعة يعني من الاخر كده اي حاجة متقسرة من الجوانب ما تقلقوش انتو كده كده هتطبقوه من الجوانب زي ما انتو شايفين وبالراحة جدا تروحوا اا عاملينه كده بالراحة جدا علشان ايه يكون مظبوط اللفة تكون مظبوطة وكل حاجة ايه حبيب الكلاس هعمل معكم على الشوحدة كمان علشان ايه الخطوات دي بتكون مهمة نشيل ايه بقدون الزيادة كده نخليها على جنبه خلاص ما نحطوش في الطبق تاني اا الجلاش ده تعبني جدا يعني بجد ياريت اا روتانا جلاش روتانا يحسن من منتجه علشان نرجع نجيبه تاني تلت الجلاش نتنيه تمام وبعد كده نروح اطين عليه زبدة وبعد كده اا حبة بقدونس فرش والحشوة ايا كانت ايه هي وبعد كده نجيب الجنب ده على الجنب ده ونروح مطبقينه زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي بمنتهى السهولة ومنتهى السلاسة اي حاجة متكسرة حاولوا تدروها تدخلوها جوه التطبيق اللي انتو شايفينها دي زي ما انا بعمل كده علشان ساعت ما تيجوا تطلعو من الصنية يبقى جميل ومزبوط فيش ايه حاجة متكسرة لفتين الجلاش عملوا صنية تمام ممكن ااااا يعني لو حاستو ان ااا الورقتين متكسرين ممكن تحطو ثلاث ورقات بس ما تقطروش عن 3 وراءات جلاش تمام بعد كده بقى زي ما حطنا حبت زبدة حلوين في اول الصينية نحط الزبدة برضو في اخر الصينية على الجلاش من فوق واهم حاجة توزعوا الزبدة قويس قوي من الجوانب زي ما انتو شايفيني كده بعمل بحاول بقدر الامكان وانا بوزع الزبدة فوق الجلاش بحاول ادمج الزبدة جوانب الصينية علشان جلاش يعني زبدة عامل زي الكنافة بيحب الزبدة جدا جدا او بيحب الصمنة جدا جدا حسب النوع اللي انتو بتحبوه تستخدموه فزي ما قلتلكم كده يعني ادوا كل حاجة حقها وانتو هتلاقيوا احلى طعم ان شاء الله الوقت يا حبيبي هعمل ايدي كباية حليب احط عليها بيضة وبيضة يعني فلفل اسود ادام الاكل حادق طبعا المج كان صغير كان الحليب مليان في المج فارحت ايه قلب الحليب ده مع البيضة في طبق كده علشان ايه اعرف ايه ادمج البيض مع الحليب كويس جدا لان البيض مش من السهل ان هو يندمج مع ايه مع حاجة تمام البيض لما بيكون من فوق كده بيبقى شكله مش حلو لما بيستوي بيدي لون مش حلو فلازم ندمج البيض كويس جدا السفار بيندمج بسهولة لكن البيض بياخد وقت او بل ما تدمجيه مع الحليب او مع اي حاجة تانية في اي وصفة فتحاولوا تدمجوه كويس جدا 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 تروحوا مطلعين الشوكة كده كل شوية لغاية تمد ايه تتأكدوا ان البيض خلاص ما بقاش موجود تمام بعد كده هجيب كبشة نحاول اوزع الميكس ده البيض مع الحليب اوزعهم كويس جدا على الجلاش من فوق الطبقة دي بتدي تريان حلوة قوي 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 للجلاش من جوه وفي نفس الوقت بتدي طعمة ارماشة كده جميل قوي من من برة بيبقى ميكس جميل قوي يعني بيبقى كل من ضمك في بعضه بتبقى حكا حلوة قوي وقدام انت دخل المطبخ وانت مبسوطة بتعملي الاكل وانت مبسوطة وحبا الحاجة اللي انت بتعمليها هتبقى احلى حاجة في الدنيا وانا جربتها الحاجة لما انا لما باجي دخل المطبخ وانا مليش مزاج وبعمل الاكل غصب عني الاكل ما بيطلعش حاله ومش كلنا تعلمنا بالسهل على فكرة البنوتات اللي لسه بتتعلموا لسه جديدة احنا ما تعلمناش بالسهل احنا يعني ربنا يخلمنا امهاتنا علمونا وتعبوا معينا واحنا بنقدي المسيرة مع ولادنا وانتو هتقديوا المسيرة مع ولادكو فالحياة دايرة كده وان شاء الله خير بازن الله وتتعلموا احلى حاجة في الدنيا ادي حبيبي الجلاش تعمل تحاولوا ايه تفككوا كده من الجوانب الاول تمام وبعد كده تروحوا ايه واخدين بسكينة طبقة طبقة ميكس الحليب مع البيض طبعا خلى الطبقات لزقب بعضيها حبة فتحاولوا ايه بالسباتيولا مع السكينة تزبطوا الدنيا كده زي ما انتو شايفين كده حبيبي الجلاش طحفة فنية ورحته كانت قلب الدنيا حاكا كده بجد طحفة 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 والطعم حكاية جريز زي العزل تنسوش يا حبيبي تعملولي لايك حلوة كده زيكم والأي استفسار او اي وصفة نتحت امركم ورسلوني انا بحب اللي يرسلني بحب اللي لو فيه اي استفسار او اي حاجة اقولولي وانا هرد عليكم على طول عملت وصفة وفيه اي تلميحة اي حاجة اقولولي عادي مفيش اي مشكلة انا بحب قوي كلامكم بحب طريقتكم طريقة محترمة جدا طريقة جد فضيعة دي جلاشي حبيبي يلا جربوه قلولي اطريقتو معاكم وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى خلوا بالكم من نفسكم ان شاء الله الايام اللي جاية تكون احلى من اللي فاتت باذن الله اللي جال جلاش كان سخني جدا جدا مش قادرة اقول لكم مكنتش عارفة مكنتش عارفة اقطعه كان سخنة قوي بس اي اي جلاش من نوعية الاكل اللي لو بردت ما بتتكلش لازم يبقى سخنه في عشان كده انا حاولت ان انا اصور بسرعة علشان اا يتكل باب الفة اهنا والشفة كان طعمه جميل صراحة اا ادي حبيبي الجلاش بحشوة مختلفة بطريقة سهلة وبسيطة اا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية تبقى احلى واحلى خلوا لكم نفسكم حبيبي ااا انتظروني باذن الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة